مرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية أخبار دارت برشة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أن سمية الغنوشي ابنة راشد الغنوشي حاولت تهرب من تونس عبر مطار جربة الدولي لكن أمن المطار تفطل لها وقام بمنحها من السفر وأوضح أنها من ضمن قائمة الممنوعين من اجتياز الحدود إلى أجل غير معلن حسب ما أوضح النتق الرسمي باسم مطار جربة الجرجيس الدولي أن سمية الغنوشي كانت ترتدي ملابس فظفاظة ومحتشمة باش مي تمش التعرف عليها في المطار لكن فورا استظهارها بجوز السفر قامت موظفة الاستقبال بالتعرف عليها وابلغ أمن المطار اللي أوقفوها على عين المكان وقاموا بالتحقيق معاها وأثبت التحقيقات أن سمية الغنوشي قامت بتحويل مبالغ مالية طائلة قبل هذا المكان سكانها في بريطانيا واللي حاولت السفر ليه هو الفرار من تونس لكن الحمد لله لأمن متعنا قام بالتفاطن بالحكاية وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى ترجع الفلوس المهربة من الخارج وتثبت من مصدرها قبل اتخاذ القرار النهائي بحبسها أو تركها في حالة صراحة وفي آخر الفيديو نقولوا إن شاء الله ربي يظهر حق وما تنسي واش تعملوا إعجاب للفيديو وتشغلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد